اشتركوا في القناة تكتبيها على الورق وتحوليها الى رواية جات لك منين الفكرة فكرت فيها ازاي امتى قررت انها تتحول لكتاب حكيلي شوية عن الموضوع ده هيا الفكرة جات لي من سنين جات لي فكرة ان انا اكتب عن حد خارج من علاقة سامة وحاسس ان هو السبب في كل حاجة فيها حاسس بالزنب وحاسس ان هو السبب في فشلها وما عندهش ثقة في نفسه وعايز يعني يوصل لمرحلة انه ينتحر بس ما كنتش عايزة اكتب كتاب يعني الرواية ما كنتش عايزة اكتبها بشكل تقليزي اللي هو هاحكي حكاية كنت عايزة احكي ان انا اقارن السلوك اللي حصل لها بسلوك الحيوانات بس ما كانش عندي لسه الفكرة متكونة هي كانت شايفة حاجة كبيرة قوي كان نفسها تكتب يعني وتتعافى من الموضوع لحد لما متشوفوش او تشوفو حاجة صغيرة حاجة كبيرة قوي لحاجة صغيرة بس الفكرة قاعدة تتطور في دماغي لحد لما وصل لمرحلة انه الحيوانات طب مسلوك الحيوانات هو كان بيتصرف يعني الشخص زي سلوك الحيوانات او شبتي بالحيوان اكتر في كل شابتر من الرواية كنت باختار حاجة مثلا عايزة اكتب عنها وليها علاقة بحيوان ما بتحصل فعلا يعني في عالم الحيوان ليها سلوك موازي في عالم الحيوان القصة دي جات لك منين جات لك من وحي خيالك جات لك من معايشة حقيقية للموضوع جات لك من حد مثلا في الإطار الناس اللي حواليك صحبة جارة صديقة قريبة اتعرضت للموضوع شفتي ماذا تأثيرها عليها ايه اللي خليك تكتبي عن الموضوع ده تحديدا بوسي هو العلاقات السمة في حياتنا يعني على مدار حياتي تقريبا ان انا بسمع عن علاقات سمة بس المصطلح نفسه ممكنش نعرف عنه يعني مؤخرا بدأ يحصل وعي كبير فالناس تقول مثلا انا في علاقة سمة بدأ يحصل وعي بسالحات التالية تنتشر الفترة الأخيرة كده من ضمنها تاكسك بالزبط بس في الآخر كل الناس تقريبا اللي في إطاري وفي إطار علاقاتي مروا بعلاقات سمة حتى الرجال على فكرة يعني انا لما جات لي الفكرة دي وقفتها شوية قلت لأنا مش حكي تبعانها لحد ما بعد سنين جي حد من صحابي الولاد واكتشفت ان هو خارج من علاقة سمة ومعندوش ايه ثقة في نفسه مهزوز تماما مهزوز تماما بيقول لنا حتى ما عنديش ثقة ان انا اتكلم هو لا بتكلم صح فاكتشفت ان الموضوع ملوش علاقة براجل ولا ست ببنت او ولد او راجل او ست وهو اللي خلاني احس ان انا لا انا انا هكتب عن الموضوع ده وحكتب عنه وحرجع تاني للفكرة وحرجع اذاكر كويس لكيات الحيوانات عشان خاطرك تبعا شبهتي المواقف السمة او المواقف التوكسكس بمواقف بتتعامل حقيقي في عالم الحيوان حقيقي فعلا مش مجرد خيال او مش مجرد ده مثلا الشتيمة انه هو مثلا بيتصرف هنا زي كذا لا هو فعلا في عالم الحيوان فيه سلوك موازي للسلوكيات السمة البطلة في الرواية ملهاش اسم هل ده كان مقصود بصي هي البطلة بتكتب رسالة صحبتها اوكي فانت لما بتكتب رسالة لصحبتك هتقول لها انا رانيا كل رسالة هتقول لها لا لان انا صحبتي عارفة مين وعارفة الرسالة دي جاء لها من مين فهي اي ما كلها على الرسالة هي صحبتها عايزها تتعايفة فاخر مزهقت خالص ايتلاها تب اكتبيلي كل يوم رسالة وفتكري اللي كان بيحصل معاكي بسلوكيات الحيوان يعني افتكري وعقدي مقارنة اتفرجي على يعني هي عايزة تخرجها من الوضع اللي هي فيه بأي طريقة ايتلاها تفرجي على ناشونال جيوغرافيك تفرجي على اي حاجة وشو في سلوكيات الحيوان اللي كان بيحصل معاك شابه بيه فهي بتكتبرها رسالة فاستحالة انها تقول تقول لها كل يوم فأنا كذا فالبطلة طلعت من جار اسم بس ده كان بصراح حلو يعني انا ما كنتش قصدة بس كل اللي بيقرعها كان بيقول لي البطلة من جار اسم عشان انت قصدك ان ده ممكن يحصل لأي بنت صح؟ وقالهم اوكي لو انتوا عايزين كده اوكي خدعة الفلمانجو تقصدي بايه خدعة الفلمانجو ايه هي خدعة الفلمانجو لو عايزين نشرح للمشاهد ايه هي خدعة الفلمانجو الطائر تيور الفلمانجو بتقضي اغلب وقتها في الميا فعشان تحافظ على درجة حرارتها لازم ترفع رجل انت دايما بتشوفي تيور الفلمانجو وهي وقفة كده تانية رجل وحتى رجل تحت على الارض ليها وقفة كده فهي بالشكل ده بتحافظ على درجة حرارت جسمها لانها لو نزلت الرجلين الرجلين هيبردوا من الميا فلازم تحافظ على درجة حرارت جسمها عشان تحافظ على طاقتها للطيران بعد كده فهي صاحبتها في بداية الرواية خالص بتقولها انت بتفكريني بطيور الفلمانجو بتقولها ليه انا بعمل ايه شبههم بتقولها لا بالعكس انت مش شبه تيور الفلمانجو خالص انت واحدة قول ما بتدخل علاقة بتحط كل طاقتها في العلاقة دي بتحافظش على طاقتها ما بتشوفيش اصلا انت وقفة فين فانت مش شبههم فالخدعة بتاعت الفلمانجو ان انت ازاي تدخلي في علاقة من غير ما تخلصي طاقتك فيها وتحافظي على طاقتك عشان وقت لما تحبي تطيري وتهربي وشايف ان العلاقة سامة تعملي كده هي الخدعة بتاعت الفلمانجو دي اللي كلنا محتاجينها في حياتنا ازاي تحافظي على طاقتك ازاي ما تطيور دي بتعمل عشان وقت لما تحبي تطيري تخلعي تخلعي على طول تطيري على طول طيب ده كلام لطيف جدا احنا اتفقنا انه العلاقات السامة ممكن يعني تكون موجودة عند الستات او عند الرجالة احنا ما بنخصش حد لاستات ولا رجالة ما بنفتهمش حد لاستات ولا الرجالة ولكن الضحية هي اللي بتقع في العلاقة السامة من وجهة نظرك ازاي بيعرف الشخص السام ده او الشخص التقسك ده يختار ضحيته وبناء على ايه بيقرر ان تكون هي دي الضحية ايا مكان ست او راجل بصي هو دي اكتر منها اللي يكلم فيها دكتور نفسي بس انا من خبرتي يعني من واقع التفاصيل اللي عيشتها وشفتها مع ناس تانية هم بيعرفوا جدا نوقع ضعف يعني بيعرفوا ازاي يعني يختاروا اللي عندهم نوقع ضعف يعرفوا يتلعبوا بيها يعني مثلا بطلة الرواية ده زي سامر، سامر هو البطل اللي عندك في خدقة الفلامانجو، هو البطل اللي في الرواية وهو ده اللي عارف يختار ضحيته بالزبط، هو عارف هي من الأول خالص هي كان عندها مشكلة وهي صغيرة، أنها كل لما بتيجي تتكلم أهلها بيقولوا لها أنت بتقولي كلام يعني بلاش تتكلمي عشان أنت ما بتتكلمي كتير بتغلطي، فهي تربط من صغرها على فكرة أنها مش بتعرف تتكلم، فكانت بتقع دايما في اللي بيسمحها أي حد يسمعها تبقى عايز ترتبط بيه شخصية تكسيك مثلا بتلقط الحتة دي، بتعرف أن دي ولما بتسمع يعني لما حد بقى بيقع يعني حد تكسيك بيقع في إيده حد زي دي هو بيعرف عنها كل حاجة لأن هي بتتكلم فبتحكي كل حاجة فبيبقى سهل أنها كمان يعرف نقاط ضعفها أكتر وأكتر من الحكي من الحكي، وكانت إيه حكاية سامر بقى؟ احكي لي بقى حكاية اتخاذة الفلمانجو، احكي لي سامر، واحكي لي عن حبيب سامر أو الضحية اللي عارف سامر يوقعها بوسي هو يعني شخصية نفعت معاه مثلا كل التشبيهات بتاعت الحيوانات يعني احنا بنتكلم على مدار تسعة فصول في الرواية تقريبا فيه مستخدم 12 أو 13 حيوان في سلوكياتهم، فأنت متخيلة السلوكيات بتاعته مثلا أنه بيبعيدها عن كل الناس ده لها في السلوك ده لي شبيه في طائر الوقواق، إنه مثلا طائر الوقواق الزكر والأنسة لما بيجوا يعني يتزوجوا كده ما بيعملوش عيش عشان البيت بتاحهم لأ بعد كده بتدور أنسة الوقواق على عش واحدة تانية وتحط فيه البيت بتاح فتيجي الأنسة اللي هي الطائر تاني أصلا تلاقي يعني بيضة غريبة عنها والسهي ما بتبقاش عارفة هم مخدعين للدرجات البيضة بتاعت الوقواق أول ما بتطلع أول حاجة بتعملها إيه أول ما بتطلع من البيضة بترمي كل البيض اللي حوليها عشان هي الوحيدة الطائر ده الوحيد اللي يأكل ويشرب وياخد كل العناية فده شبيه بسامر بالزبط شخصية السامة دي بتبعيد الطرف التاني عن كل الناس وكواك بيربي كل الناس في حياته عشان يتبه هو الوحيد هو الوحيد اللي في حياتها هو الوحيد ما فيش لا صحب بقى مش فرق رجالة أو ستات يعني هو شكاك بس مش فرق رجالة أو ستات هو بيفصلها عن كل الناس عشان في الآخر تبقى وقفة لوحدها كده ما تعرفش نسها وعشان محدش ينبهها ان في حاجة غريبة بتحصل في حاجة خطأ بتحصل محدش ينبهها بتبقى هي الوحدة حاجات كتير يسيطر عليها يارف يسمها بأفكاره مظبوط من غير ما تكون بتسمع لأي حد أو أي حد يقدر ينقذها من أفكاره المظبوط بالزبط بالزبط ولو لو أنسة الطائر ده اكتشفت الخدعة فيه علماء بيقولوا ان هو بيصدر صوت عشان يهددها يجذب المفترسين ليها فهي بتخاف ما هو هو هيتاكل وهي هيتاكل بس هو بيهدد الشخصية السامة برضو لما بتبتدي انت تنقشيها في أي حاجة بأول تهديد خلاص نسيب بعض ده أول تهديد طول الوقت تهديدات طول الوقت معايشك في حالة رعب انه ممكن يسيب ممكن يبعد وياريته بيسيب لا طول هنازل بقى مشكلة ده هو أصلا ما بيسيبش هو بيهدد بس بزبط طيب خلينا نتكلم كمان عن الفكرة النفسية اللي موجودة في الكتاب انت تتكلمي عن فكرة نفسية مهمة جدا وهي وجود الشخصيات السامة في حياتنا وتحديدا في العلاقات العاطفية وزي ما قلنا ناو انت في البداية انه ما فيش حد ما تعرضش للقصة دي في حياته مش هزم يكون دلوقتي بس اكيد فيه قبله واكيد فيه بعده واكيد هو موجود في علاقة سامة دلوقتي انت كانت ايه ما راجعك عشان تكتبي عن الكلام ده يعني اكيد تكلمي اكيد قريتي عن الطيور وانت عشان تكتبي وتشبهي كل صفة بطير ده معناها انك اكيد عملتي دراسة كاملة عن الطيور عشان تحضري ده وعشان تقدري تعرفي صفة كل طير ما راجعك النفسية كانت ايه عشان تعرفي تشرحي الشخصيات السامة بصي هو انا عموما بحب علم النفس من زمان يعني انا من اول رواية ليا كانت على فراش فرويد بتحتمي بالاجزاء النفسية دي لا على فراش فرويد اول رواية ليا قصلا كنت نفسي فانا كنت بقرأ لفرويد كتير وبدأت ان انا اعمل رواية قيمة عليها فانا بحب جدا اقرف علم النفس وده بقى بيتكون بالسنين تراكمات بقى القريات مع تراكمات الخبرة الحياتية ده بيدخل في بعضه تبتدي تعرفي حاجات انتي وانتي بتكتبي وانتي بيش عارفة اساسا هي تكونت فأني سنة كله بيتشبك في بعضه عارفة علم نفس ومش طيور بس انا كنت بقرأ في الفترة اللي انا كنت حكت فيه عن الحيوانات كنت بقرأ اي حاجة تقع تحت ايدي ليه علاقة بالحيوانات علشان ما كنتيش لسه يمكن قرارتي بقى ما كنتش بهم انا مش عاملة تقرأ لوقاك بس ده انا وصلة مرحلة ان انا عاملة مثلا عن الايز بوت كائن تفايلي كده في الميا بيدخل للسمكة وياكل لسانها لحد ما يقع وهو يبقى لسانها تشبيهات كتير جوه الرواية كانت بتجيلي التفاصيل دي بالصدفة يعني في الاول كانت بتيجي لهو ايه انا عندي الفكرة بس لسه مش قوي الاقي خبر مصد اقوم داخل ارياء احس انها دي زاين صين علاقة بحاجة ممكن اكتبها انا هستخدمها فاكتبها على جامع فضلت فترة بحضر كده لحد لما بقيت خلاص حكتب الرواية وبدأت اقرأ وانا بكتب كمان براف يعني فيه اوقات كنت ببقى عندي مشاهد بس لسه الحيوان اللي عندي ما تكونش الاقيه جالي بسي في فترة الكتابة انتي بيحصل لك حاجات وانتي تروبوتيها وتوصليها وتجمعيها مع بعض انا عارفة زي انت بسا مركزة في البرنامج دلوقتي انت مركزة كل طاقتك في ده ايه فكل حاجة حواليك بتتوظف لده بالزبط صحيح فاهمك طيب ده كلام رائع تعالي نشوف مع بعض تقرير عملناه في وحك انا نزلنا الشارع وقررنا ان احنا نسأل الناس عن الشخصية السامة او الشخصية التقسك تعالوا نشوف كده مع بعض رأيي الناس ايه ونرجع له قتالي لا الحمدلله انا ما اخدتش تجربة عطفية ايا زوجتي بس كده اتودنا بداية لا لا الحمدلله اور تجربة وخطبت والحمدلله وراح اتجاوز كالتجربة واحدة بسبب عدم تأدير الظروف يعني لا مش بفكر في سني توقيت ان انا بنأأيه اثير��면 مرة اول مرتين يعني لا الحقيقة ما اخدتش تجربة عطفية ما دخلتش اكيد طبعا دخلت ايه مرتين وفشلت فيها يعني كنت مهتمة شوية بالدراسة والشغل التقربة العطفية بتشل عشان الاختيارات في البداية بيبقى الاختيار متسرع شوية والله يا عادي بتبقى أسباب مختلفة مثلاً أيش متفاهمين مع بعض الأراء مختلفة بس يعني حاجات كثيرة قلت تجربة وفشلت لأني مديات مارتحوش لبعاء بيبقى اختلف بين الاتنين دايماً بيبقى واحد رايف حاجة واحد التانية رايف حاجتين يعني كانت منه تفضل أنها تبقى في الفريندزوم تبقى أحسن أنها تخلش في السكة دى يعني هو تقريباً بيبقى الإنسان بيفكر بقلبه أكتر من عقله يشغل نفسه عادي خالص الدنيا كده أمراه ما أطوع عليها واحدة تانية شبهه وزيه وبس الدنيا مش أطوع أكيد يعني مش آخر الدنيا أكيد أعرف علاقة تانية فأنت سل قديمة دعيا مش محتاجة أعزة نفسي عادي موضوع وفشل ممكن نعدي يفشل في الدراسة ممكن نعدي يفشل في الشهر فعادي بينك ممكن تفشل في حاجات كتير مش لازم العلاقة هي للكم موضوع بين تاية بدون أزة يعني يعني موضوع القصة تاية بدون أزة طالما فيه احترام بين الطرفين يعني تجوز فشل والعاطفي بين سيال الأول وال ويعني إيه مفيش لوم هو كل شيء بيبقى خضاء وخضر وبالذات الحاجات دي ما بحبش أوصل نفس النقطة إن أنا أتعلق دوي عشان أبدأ بقى فكر هنسى إزاي يعني بحبش نوصل النقطة دي عشان ما هوتش نفسي في حاجات أنا مش هبه حبيبها يعني يعني أنا من وجهة نظري إنه طبعا إنه يقرب من ربنا إنه هو يبتلي إنه هو يصلي يقرب من ربنا أكتر إنه هو يبتلي إنه هو يشتغل يشغل وقته أكتر يرمي اللي حصل دوت وراء ظهره ويستفيد كمان من خبرته علشان إنه هو يقدر إنه هو يتجاوز المحنة بتاعته العمل يعني إنت تشتغل والإنت تشوف حاجات هتفتك في حياتك قدام هو الموضوع قصة موزي نفسيا في الأول في الآخر فأنت يعني ما تقدرش تقول لحد ما انسى أي حاجة يعني بس هو في الغالب يعني لسه قدامك أكتر من يعني هيبه في تجارب أكتر جاية تقدر أن أنت تتخذها رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه بنتكلم عن خدعة الفلامانجو ونهلا النهاردة بتكلمنا عن خدعة الفلامانجو وهي الشخصيات السامة اللي ممكن تكون موجودة في حياتنا وتحديدنا في العلاقة العاطفية عايزة مواصفات سامر لأن ممكن يكونوا فيه بنات كتير وستات كتير بيشوفونا فيه في حياتهم سامر عايزة مواصفات سامر وليلي مواصفات سامر الشك الرهيب الشك الغضب العنيف اللي مالوش أي مبرر تمام وفي ثانية بيغضب من غير أي حاجة تمام كل حاجة أنت السبب أي حاجة بتحصل أنت السبب حصل زلزال أنت السبب بالزبط طول الوقت أنت كدابة ما رديتش على التليفون مثلا لتعدي الشارع أنت كدابة أنت شفتي الموبايل وما رديتش عليها لأي أنت مش عايزة ترضي علي كنت بتعملي إيه وانت ما بتقديش أو ليه ما رديتيش أنت كنت تتوقع مع مين مع صاحبتي كنت بتتكلموا في إيه أكيد كنت بتتكلموا علي برانوية بقى طول الوقت حسس أنه إيه الناس كلها بتتكلم عليه أو بتجيب في صرته لأنه برضو خايف من الانكشاف فكرة أنت بتتكلمي عليه مع حد فقلته إيه فالحد ده ممكن يكتشف أنه بيتلعب بك كوارث آه أي تاني سرعة الغضب والشك قلت والشك وأنه بيجيب وحسس طول الوقت أنه ضحية أو بيصور لك أنه ضحية آه ودي نقطة مهمة جدا عشان يفضل يكسب التعاطف اللي عندك ويفضل يعرف يضحك عليكي أكتر بالزبط فكرة أنه إيه يجي يحكي لك مثلا على نفط الشخصية هنا فيه منها شوية مواصفات من الشخصية النرجسية لو كنت قريتي عندها أو لو كنت يعني تواصلت بأي شكل من الأشكال مع الشخصيتي ماهما الاتنين مكسب كده في الرواية هنا الإحساس عنده بالعظمة الشديدة جدا أنه هو لما حتى كتب رواية وتم الاحتفاء بيه هو حاسس بعظم فيه مشهد في الرواية نعملاه وهو واقف قدام راية في محل وبيعمل الحركة زي بتاعة الملاكمين هو شايف نفسه كده بأنه هو حاجة كده بس شايف نفسه أنه هو متضخم جدا ذاتيا بدرجة أنه هو شايف نفسه حاجة انفجرة من جوتر التضخم بظبط وفي نفس الوقت هشاشة من جو فاضي فاضي جدا بس متضخم من بر دي مواصفات سامر ومواصفات الحبيبة كان ايه مشاكلها ايه الأزمات اللي كانت عندها يعني ما كانتش واثقة في نفسها كانت فقدة حد كانت ايه ايه الأزمات اللي كانت عندها اللي خلتها تقع على الوقع عزي حاجة من الحاجات زي ما قلتلك في البداية أنها ما كانتش مسموعة وهي صغيرة كانت حاسة أنا أي فما صدقت لقيت حد يسمعها طول الوقت بتدور على حد يسمع فاكتشفت بعد فترة من خلال الرواية أنها كانت دايما بتقع في ايدي اللي بيسمع أكتر من بتتكلم فبتكتشف أنها دايما بتبقى مع الناس عارفين عنها كل حاجة وهي ما تعرفش عنهم كل حاجة لأن هي اللي بتتكلم أكتر فاكتشفت أني دي كانت كارثة بالنسبة لها أنا ما عرفش عن اللي قمدامي حاجة عنية مثلا حكي كل حاجة عني وكل الناس تعرف عني كل حاجة بالزبط أوف مشكلة كبيرة جدا حاجة تانية أنها لما كانت مثلا تتعرض للضرب من أخوها وهي صغيرة كان بابوها عشان يحل الموقف يقول لها لا هو مش قصد وهو بيحبك فبقت رابطة الحب بالعنف فلما كبرت بقت بتدور على يعني الحب في الإهانات أو بقت بتعدي العنف وكأنه تصرف عادي يعني بتدور على العنف يعني يعني معتمدة يعني هي أول ما حبت سامر في الأول أو كانت معجبة بي كان نفسها يبقى عنيف لأن هو كان بيحكي لها عن حاجات كانت بتحصل له أن مثلا واحدة يعرفها أهانته فهي مش عايزة الشخص الضعيف ده فكانت بتقول له يعني قوى شوية لما بدأ يقوى هي بدأت تحسس أنه هو لا أنت كده في خانة الحبيب هي بدأت تكتشف تربط دب ده أه بالزبط قدي إيه تصرفات قدي إيه الأفعال قدي إيه اللي بنتعرض له من وإحنا صغيرين ممكن يكون شخصية يأمة مجرمة يأمة شخصية ضحية 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 للمجتمع ضحية لإنسان أو لناس ممكن حقيقي يكونوا بلا رحمة عشان كده إحنا دايما بنهتم في التصرفات اللي بنتعامل بيها مع أطفالنا دلوقتي وعشان كده يعني أعتقد أنه كتير مننا بيحاول يتفادى أسليب خطأ كتير جدا تربى بيها أو كبر عليها صغيرين هنطلع للفاصل ونرجع لنكمل كلامنا معيك على طول تفضل لجعنا لحضراتكم مرة تانية وعايزة أرجع لك مرة تانية نهلة وتقولي لي ليه دايما اللوم وقع على البنت ليه دايما اللوم وقع على الاختيار الغلط رغم أن هي ضحية ورغم أن هي ممكن تكون مدحوك عليها يا مدحوك عليها لأنه ما فيش بنت بتختار تتعذب ما فيش بنت بتختار تتهان ما فيش بنت بتختار تستخدم على جميع المستويات وأي المكان إيه هو شكل الاستخدام اللي بتتعرض له من وجهة نظر ككاتبة كبنت كنكحة أرية متعلمة متطلعة على مواضيع نفسية مذاكرة علم نفس فهم أنت بتتكلمي عن إيه لدايما البنت أو لدايما الست هي اللي بتقع تحت الضغط ده وهي دايما اللي بتتلام عشان من وهي صغيرة بيحصل كده في بيوت ناس كتير يعني أنت لو جيت سألتي بنات من جيلي هتلاقي مثلا أن في البيت وهي صغيرة كانت بتتلام على حاجات كتير هي السبب هي أكيد اللي ما سمعتش الكلام في حاجة عشان كده وتعرضت لده فلما بنجبر بنتعرض لده في العلاقات بنبقى مفاهمين إن إحنا السبب إحنا السبب في إن العلاقة بازت وبنقع في نفس الشخصيات اللي تلومنا واتحسسنا بالزم بنقع في نفس الحاجات السامة اللي إحنا تعرضنا لها وإحنا صغيرين اللي إحنا قريدي بندور على شبه لها فبنبقى خلاص اتساستمنا على كده اتعودنا واعتبرنا إن ده عادي وقليل قوي لما حد بيوصل لمرحلة واعي بس الواعي ده مش بتوصليله جرب قلم يعني بعد بقى لما تمري بتبربها مؤلمة جديدة تبتدي تفهمي وفيه ناس كمان مش بتفهم أوكي يعني أنا بشوف نسو الحد اللي وقتي والله لسه مقبلة واحدة كانت بتكلمني إن هي خرجت من العلاقة وكده وبتقول لي أنا السبب طيب أرجع أكلمه طيب يمكن لو رجعت أكلمه نرجع فأنا والله العظيم اتأثرت جدا مسافة عليها حسيت إنه ومهما بقى جات برامج توعية ومهما تكلمنا على العلاقات السامة لسه في ناس بتقع فيها ولسه من ناس مكملة كانت إيه نهاية الحبيبة بقى يعني وصلت لفين الحبيبة مع سامر وفضلت تتسمم منه لحد إمتى وفقت في الآخر ولا لأ وهو اللي أثر عليها ولا هي اللي نجحت إنها تمشي من السجن اللي كانت شي معاه هي طبعا كانت متدمرة خالص جوة العلاقة حد ما قررت إنها هو سافر فهي قررت إنها تاخد بريك البريك ده بقى بالنسبة له كان كاريسي لحسن فيها حاجة غلط لحسن إنها مش سعيدة خدت بريك كده وبدأت بقى بعد ما رجعت تحنله هو بقى حسن أنت خرقتي من الصور اللي أنا رسمه لك وخدتي بريك شربي بقى مش هنرجع لبعض بدأ يزلها لمجرد بس إنها يزلها بإيه؟ يزلها اللي هو طب ماشي نرجع لأ ما ليش مزاج نرجع نرجع لأ ما ليش مزاج نرجع زل من النوع ده ضغط نفسي فضيع وفي الآخر راح يشتبط بحد تاني بعد ما هي بزلت جهد إن هم يرجعوا تاني وبدأ يلومها ويحسسها أنت السبب أنت اللي دمرت علاقتنا أنت اللي كانت علاقتنا أحسن حاجة في الدنيا مش هتلاقي حد يحبك زيه فهو كان طول الوقت بيحسسها أنه هي لو ثابته مش هلاقي حد يحبها زيه إيه نوع الأدب من وجهة نظرك اللي بتقدري تصنى في خدعة الفلمانجو منه يعني تقدري تقولي على خدعة الفلمانجو أدب إيه؟ أدب نفسي ولا أدب إيه؟ نفس اجتماعي نفس اجتماعي نفس اجتماعي وده نفس النوع اللي بتحب تقري فيه انتي بقى مش بس كككاتبة انتي كككارئة بتحب تقري في نفس النوع ولا بتقري عنواع تانية؟ مستي أنا بحب النوع ده قوي بس في نفس الوقت بحب أقرف حاجات كتير لأن كل نوع ده بنتموك تأخذي منه حاجة في الكتابة أنا مش مجرد قريقة أنا بكتب فبتعلم من كل الأنواع البطلة تعرفت على حد قبل سامر ولا ده كان أول علاقة لها؟ كانت فيها علاقة ذاكريها انها برضو كي بتحب حد بس أونلاين وكانت نفسها تكمل حياتها معايا ولما هو قال لها لا أنا مش مستعد حصل بقى موضوع سامر بعدها دخلت تتعافى من علاقة بعلاقة ليه بس ألك السؤال ده لأنه بيقال أنه العلاقات التوكسيك دي أو العلاقات السامة دي هي علاقات إدمانية بمعنى أنه البني آدم اللي بيمر بحالة أو بعلاقة توكسيك هو إنسان مدمن لنوعية دي من العلاقات هتلاقي كل اختياراته كده هتلاقي كل الناس اللي عرفها في حياته كده يستخدمه يعزبه يضمره يعني هتلاقي فيه إصابات دايما في كل علاقاته ومش هتلاقي فيه علاقة كويسة وعلاقة وحشة هتبصت تلاقي كل علاقاته في نفس الاختيارات وفي نفس الحتة دي في نفس المدرسة دي وبيقال إن العلاقات السامة يعني أنا قريد كده إنه في العلاقات السامة أو الاختيارات دي أو الضحية اللي بتقع في علاقات السامة للأسف هي عندها حالة إدمانية للنوع دي من العلاقات وده بيرجع لإحتياجها اللي أنت كنت بتتكلمي عنه في الأول إن هي دايما شخصية كان نقصها حاجة وطول الوقت بتدور عليها فبالتالي بتكون فريسة لكل الناس اللي بتعرف نقطة ضعفها وتوقعها في العلاقة السامة دي بالضبط هي كانت قبل علاقتها بسامر تعرف واحد اسمه خالد وإنلاين عندي فكان هو بيسيبها بالأيام ويرجع يكلمها يعزبها برده ففكرة التجاهل دي كانت ما حسسها بإيه فلما يرجع يحسسها بإماتها لما تيجي تتكلم معاه يرجع يكلمها تاني فالله ده هو بيكلمني رغم انشغاله فالتجاهل والرفض كل ده يعني كتيل كده هي بتحبه ودائما بتنجذب له فهي سلسلة من للأسف للأسف البطلة أو الحبيبة في روايتك في خداية الفلمانجو كان عندها صديقة اسمها سلمة دور سلمة ايه في حياتها ودور الصديقة أو الصديقة لضحية العلاقات السامة من وجهة نظرك بيكون عامل ازاي؟ داير الدعم مهمة جدا 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 لأبعد مدى انت الكلمة الواحدة ليهم ممكن تفرق يعني ممكن كلمة تطلحهم وممكن كلمة تسبب لهم إحباط ويفكروا فعلا في إنهاء حياته فمهم جدا بعد لما حد يخرج من العلاقة سامة ان اللي حوالي يكونوا داعمين اللي حوالي يفكروا بنفسه يفكروه وكان بيعمل ايه قبل ما يدخل على قضية لانه هو فعلا بيبقى خيرك مش فكر اي حاجة البطلة عندنا مش يعني حاسة انها مش بتعرف تكتب هي كاتبة ومتحققة وليها كراء وفي نفس الوقت هي حاسة انها مش بتعرف تكتب لمجرد انه هو قبل ما يمشي قال لها ابي طوري نفسك في الكتاب فهي حاسة انه لا اكيد انا مش بعرف اكتب طالما هو قال لي كده ايه كان بيغرز طول الوقت في ان مها افكار تدمر سقتها بنفسها فديرة الدعم من الاصدقاء ومن العيلة ومن الاصدقاء اكتر لان العيلة عادة ما بتبقاش عارفة طبعا والصديق بتقدر يتحكي له تفاصيل كتير مش كل حاجة بتقدر يتحكيها لعيلتك بالضبط الصاحب بيبقى عارف قوي وتفاصيل وبيبقى فاهم كمان شخصيتك اللي وراها ايه فمهم جدا ان هو يفكرك انت كنت بتعملي ايه يفكرك زي مثال ما عملت انت كاتبة وكاتبة مهمة اكتبي اكتبي عشان تتعايفي تقول لها لا انا مش بعرف اكتب انا خلاص ما بقيتش حاسة بحاجة وحاسة ان انا مش موهوبة تقول لها لا اكتب وهي اللي اكبرتها انها تكتب لها رسائل مش شرط تبقى كتابة ادبية عشان تنشرها بس فكرة الكتابة في حد ذاتها هي اللي سعادتها عالتعافي في الاشترا طلعت كل اللي جميعها طلعت كل حاجة ايوه طبعا معروف طيب تعالي نتكلم شي عن الغلاف خدقة الفلمانجو ده انا رحيبه بقى اه يلا حكيلي بقى عن الغلاف بصي الغلاف انا عاملاه بناس يعني حتى الكوفر بتاعي الغلاف شيك شيك ورقيق ولزيز انا الحلق ده يعني انا اللي كنت لابسه الحلق انا اللي رحت عملته مخصوص في الحسين وبعد كده لبسته وتصورت بي الفلمانجو بالزات دون الحيوانات اللي انا اخترتها كلها في الرواية وهي اللي كنت عايزها لانه هو الاساس فكرة انه هو الطائر اللي بيحافظ على طاقته انا نفسي كل الناس بحافظ على طاقتها وتمشي بمبدأ خدعة الفلمانجو ده في حياتها سواء في علاقات الصداقة او الحب او اي حاجة فانا رحت عملت الحلق مخصوص وتصورت بي ودار النشر كانت متعاونة بصراحة لا حلوة اوي انا مبسوطة جدا بالموضوع اللي تكلمنا عنه النهاردة على المستوى الشخصي وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى النسائي وعلى مستوى الحكاية كلها على بعض بصراحة عجباني اتمنى انها تكون رسالة توعية مهمة اتمنى انه من خلال كتاب ممكن تقريه او ممكن تقراه يكون عندك الارم او يكون عندك حاجة بتنبهك لشكل من اشكال العلاقات السمة اللي ممكن تكون سبب في تدمير حياتك سبب في تدمير كيانك سبب في تدمير شخصيتك او شخصيتك وانا سعيدة جدا باختيارك كملي في الكتب النفسية الاجتماعية احنا محتاجين منها كتير احنا كمجتمع او احنا كبنات او احنا كسيدات وحتى الرجالة احيانا بنتعرض لشخصيات محتاجة اوة عشان تقدر يتواجهيها مرسيا نهل على وجودك معنا النهاردة ومبروك على كتابك اللطيف جدا ورويتك اللطيفة جدا شكرا لك يا عالم مرسيا سعيدة جدا بك وكده متكون وصلنا معاكم نهاية حلقتنا النهاردة نهلة كرم كانت دفتنا كتابة شابة متميزة كتابة شابة مثقفة جدا وعلى درجة كبيرة من الوعي وكتابها الحقيقة لمسني انا على المستوى الشخصي واعتقد انه هو كتاب بجد مهم ارشحوا لكل البنات ولكل الستات انه هما يقروا خدعة الفلامانجو نورتنا النهاردة نهلة كرم كان معاكم رانيا السايد بشكركم اشتركوا في القناة